الرابطة الآيونية الرابطة الآيونية آيونيك بوند هي أحد أنواع الروابط الكيميائية الناتجة عن تبادل إلكترون أو أكثر من إلكترونات التكافؤ بين الذرات والتي تحاكي فيه تكوينات الغازات النبيلة ويسبب تبادل الإلكترونات هذا جاذبية كهروستاتيكية بين الذرتين تسمى الرابطة الآيونية ومن الجدير بالذكر أنه عادة ما تحدث الرابطة الآيونية بين الفلزات ذات طاقة التأيون المنخفضة والتي تميل لفقدان الإلكترونات واللافلزات ذات الألفة الإلكترونية المرتفعة والتي تميل الاكتساب الإلكترونات أما عن كيفية تشكيل الروابط الآيونية فتتم على النحو التالي تعرف الظرة التي تفقد إلكتروناً واحداً أو أكثر من إلكترونات التكافؤ لتصبح أيوناً موجب الشحنة باسم الكاتيون بينما تعرف الظرة التي تكتسب الإلكترونات وتصبح سالبة الشحنة باسم الأنيون وبمجرد تشكيل الأيونات ذات الشحنات المتعاكسة فإنها تتجاذب بفعل شحناتها الموجبة والسالبة وتشكل مركباً أيونياً فعلى سبيل المثال تكوين رابطة أيونية بين ذرة الصوديوم وذرة الكلور حيث تفقد ذرة الصوديوم إلكتروناً ويرمز له بأيون الصوديوم ن إي بلاس وعلى الجانب الآخر تكتسب ذرة الكلور إلكتروناً إضافياً فتصبح أيون الكلوريد سي أل ماينس خواص المركبات الأيونية تشكل بلورات حيث تشكل المركبات الأيونية شبكات بلورية بدلاً من كونها مواد صلبة غير متبلورة بلوراتها صلبة وهشة فيرجع سبب صلابتها إلى تجاذب الأيونات الموجبة والسالبة بشدة بحيث يصعب الفصل بينهما أما عن هشاشاتها فعند تطبيق ضغط على البلورة يجعل الأيونات ذات الشحنة المتماثلة تقترب من بعضها البعض مما يتسبب في تنافرها ومن ثم يسهل تقسيم البلورة لها درجات صهار وغليان مرتفعة وذلك للتغلب على الرابطة القوية بين الأيونات الموجبة والسالبة موصلة جيدة للتيار الكهربائي عند إذابتها في الماء حيث تتفكك الأيونات وتكون حرة بشكل يسمح بتوصيل الشحنة الكهربائية خلال المحلول عوازل جيدة فعلى الرغم من كونها موصلة جيدة للتيار الكهربائي في حال إذابتها في الماء لكنها على العكس في الحالة الصلبة لا توصل الكهرباء لارتباط الأيونات ببعضها بإحكام أمثلة المركبات الأيونية في الحياة اليومية تستخدم المركبات الأيونية بشكل واسع في العديد من المجالات الصناعية المختلفة ومنها على سبيل المثال كولوريد السوديوم ملح الطعام فولوريد السوديوم المستخدم في معجون الأسنان ونطرة الأمونيوم المستخدم كسماد للنباتات